حول هذا الملف نرحبه بالخبير الأمني والاستراتيجي السيد سرمد البياتي مرحبا بك السيد سرمد ماذا بعد هذا الاستداف الأمريكي لقيادات في كتائب حزب الله العراقية هل التصعيد برأيك أصبح هو الخيار الحتمي أم ربما أنه للدبلوماسية رأي آخر يعني الدبلوماسية لحد الآن طرقها ما مغلقة تماما لكن أنا أرابي أنه ربما يكون التصعيد هو الخيار المطروح الآن إذا في حالة علقوا كتاب حزب الله علقوا بيانهم الأخير يعني أوقفوا موضوع عدم الاستهداف إذا عادوا إلى الاستهداف ربما يحدث هناك التصعيد من الجانبين الأمريكان كان كلامهم واضح بأن الردمالتهم على ضربة البرج 22 سيكون على شكل الأمواج وفترات وأماكن متعددة وكان كلامهم ماضح بأنهم صادقوا على هذا الموضوع يعني يجب أن نفهم هم مستمرين يعني إذا زعلنا أو زعلت الحكومة أو زعل أي شخص ما لهم علاقة هم صادقوا على قرار عدهم بأنه خلص يستمرون في هذه الأعمال فلا أحد يتوقع بأنه راح يتوقفون لأن شغل هذا كتاب وصدر وراح إلى القيادة المركزية وقال لهم خلاص أخذوا إجراءاتكم إحنا صادقنا على الضربات بمعنى أنه مهما كان الرد الحكومي من قبل العراق فإن هذه الضربات مستمرة لكن تحدثت في نقطة عن تعليق الضربات من قبل كتاب حزب الله الفصائل العراقية هددت برد كاسي على اغتيال القيادات كيف سيكون هذا الرد وهل باستطاعتها أن توسع مدى هذه الهجمات يعني فقط خليني اسمح لي أن أتطرق إلى موضوع معين الموضوع الهجمات يعني على التحالف الدولي الموجود عندنا يعني على أمريكا الموجودة في قواتي العراقية بدأ بعد 7 أكتوبر يعني كان بسبب ما يحصل في غزة من انتهاكات للمدنيين في غزة الآن ترى الموضوع أصبح أبعد يعني الموضوع صح ما يوجد في غزة لكن الآن الصراع خاصة بعد هذه الدماء سواء من الأمريكان أو من دمائنا الآن صار الموضوع لا الموضوع صار عراقي بحث يعني يعني مدى نتكلم ده تلاحظ أنه مدى نتكلم عن غزة ده نتكلم عن استهداف أمريكي ورد من الفصائل يعني أصبح إذا ريدا نحل الموضوع يعني بدون التكلم عن غزة الموضوع سابقا قال نوقف الاستهدافات إذا توقف الاستهداف غزة المدنيين في غزة الآن الموضوع اختلف الآن يعني الآن أكو يعني انحراف عن هذا المبدأ الآن حدث إنه تضربونا نضربكم أمريكا مستهدفة مستمرة بالاستهداف ما نعرف الهدف المقبل شنو يجوز اليوم يضربون خلاص هم ما شوف هم مدينطون يعني مدينطون مؤشرات معينة على ضربة يعني مدين يقولون مثلا اليوم راح نستهدف هدف المشكلة المسيرات موجودة فوق بغداد وفوق المحافظة هذه النقطة المسيرات سيد سرمد هناك من تساءل في ظل السيادة العراقية حول المسيرات التي تطير في سماء العراق إضافة إلى طائرات المروحية يعني هناك من قال هل يعقل في ظل هذه الظروف أن تستباح سماء العراق بهذا الشكل والله اليوم يعني سبحان الله على الطائرات المروحية اليوم كنت لايب في أحد القنوات يعني حتى انزعجت يعني كل خمس دقائق تفوت مروحية ويبدو أنه كان يعني في طيران منخفض يعني معرف هذه عراقية وغير عراقية لأنها يكون داخل الستوديو فكان من فوت يعني الصوت يأثر تماما على اللقاء فذلك نعم المروحيات موجودة المشكلة مهنة المشكلة بأنه بيان القائد العام لقوات المسلحة ذكر بأنه يجب على القوات المسلحة أن رح تطلع بالمسؤولية يعني شنو مثلا يعني مثلا رح نرميها يعني مثلا نرمي هاي المسيرات طيب ارموها وجهوا نيرانكم إلها خلي نشوف رد الفعل شنو رح يصير خلي نجرب خلي نشوف إذا شفناها الباشر الصبح بكرة الصبح إذا شفناها بيجو بالله بالليل ما نقدر يعني بس الصبح إذا كانت يعني موجودة للحياة خلي نجرب نرمي عليها بالثنايات إذا عدنا 57 قديم موجود من هيام النظام السابق يعني جيش العراقي السابق ممكن أن نوجه خلي نشوف رد الفعل مالتهم ش رح يسوون يعني إحنا ويانا الحق طبعا إذا أتكلم عسكريات بالمناسبة يعني ماذا أتكلم هس سياسة أو هذي يعني هدف عندك قبل كان أي هدف جوي يخترق الأرض العراقية مباشرة نوجه النيران إليه الآن هذه إذا المسيرات تم كشفها تميزها من خلال الرادارات بأنه هدف معادي خلي نرمي عليها خلي نرمي عليها نشوف رد الفعل شنو بس إحنا مو دفاعنا عن فلان أو هذي لكن يعني تدري أكو ضغط شعبي يعني صار مهما يكون يعني تعال أنت أمريكا في أي لحظة تريد تقصف يعني مو لها الدرجة إحنا مستباحين أوكي خلي خلي قائد العام ماذا يقصر يعني وقفهم الحزب الله وقفهم قبل أسبوعين معلقة وعمالهم نتيجة ضغط مالته ونتيجة جهده وجهد إطار التنسيق يقال لهم أكفو لكن أمريكا ما رح توقف بهالحالة أنت ما رح تقدر يعني هذا يقودنا إلى السؤال سيد سرمد في بيان الحكومة العراقية أشارت إلى أن ما تقوم به الولايات المتحدة من استهداف للجماعات والمقار هو انتهاك صارخ لسيادة العراق وذلك يعجل من مسألة تواجد قوات التحالف في العراق السؤال الآن هل ستستطيع بعد بغداد فعلا إنهاء وجود قوات التحالف الدولي في هذا الوقت الحساس والسؤال الآخر هالقوات الأمنية ربما طرحت هذا الشق بشكل سريع هالقوات الأمنية العراقية قادرة على مسك الأرض ودرء أي خطر محتمل لا مسك الأرض برية قادرين عليها يا أخي قادرين عليها من فترة طويلة مو هي المشكلة المشكلة تدمسكت الأرض والأجواء شلون المو هي الأجواء مشكلة يعني إيران تقصف وتركيا تقصف وأمريكا تقصف هي الأجواء أهم شي يا أخي سيادة أكو شيء خلي أشرح لك شيء بسيط أكو شيء اسمه تفوق جوي أكو شيء اسمه سيادة جوية التفوق الجوي عندما تكون قوتين متناظرة لكن أكو قوة تمتلك أكثر طائرات أو دفاعات جوية من الأخرى وأكو سيادة جوية إحنا عندنا سيادة جوية سيادة جوية مو إحنا سيادة لا هناك سيادة على الأجواء العراقية يعني هذا الكلام يعني أتمنى أن لا يزعج البعض لكن يا أخوان إحنا من الصباح أقعد بيوم الضربة يدزولي فيديوهات من الطائرات المسيرة أهذا ما تعرف هاي أمريكية عراقية وماكو توضيح بالموضوع ماكو توضيح يعني يا باب أنه هاي طائرات عراقية وإحنا دي نحمي أجوانه أوكي ما عندنا مشكلة نزيد لكن ما أحد يعرف شنو هاي الطائرات عالي يشوفها بيضة بالسماء ما تعرف قضيتك شنو هاي مين جاية وين رايحة ما تعرف وأي شخص يعني ممكن أن يثير لخوف أما بالنسبة للمحادثات العسكرية الثناعية هي من قبل أمريكا كانت يعني صرحوا بأنه إحنا في حالة حرب هسب يعني ما عرف يعني إذا دعوهم إلى جلسة ثناعية باستمرار الحوار كيف راح يكون شكل الحوار يعني كيف راح يكون يعني ذول مثلا جماعتنا راح يقولونهم يا باب أنتوا تتقصفونه هما شنو راح يكون جوابهم يمون مشكلة الموضوع ترى صار يعني إحنا نسميه أوفر يعني ما تعرف صح أنا أقعد أقعد ويا يغربني مثلا نزيل هسا تعوف الأهداف مالتهم أوكي ساعة يتهموك يقولون والله حكومة العراقية تعرف بالضربات مو هاي يسوي لهم مشكلة ويا الفصائل الحكومة استدلها مشكلة كبيرة ويا الفصائل على الفصائل راح يتهمون الحكومة يتهمون الشاعر يقولون لأنت تعرف بالضربات هاي مشكلة رجعوا يتراجعون بكلامهم لا إحنا ما خبرنا حكومة العراقية يعني والله ما عرف أنا إذا أشعر بأنه الأمور كأنه مضحك علينا كأنه مضحك علينا عند أشعر هي شي يعني ما عرف يعني من كل الأطراف مو بس من طرف واحد مو بس أمريكا الكل يعني مستغلة مستغلة بساطة العراقيين مستغلة بساطتهم ما بليتحيله إحنا ناس وهذا وهذا سيد سرمد ربما يدفع أيضا إلى العراق إلى حافة الخطر كما تحدثت بلاس خارد قبل أيام على أي حال شكرا لك على كل هذه التوضيحات الخبير الأمني والاستراتيجي السيد سرمد البياتي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة